هل زعيم التيار الصدري قد يكون قادر على مواجهة هذه السلطة التي تضعف لربما دور الحكومة ولا تستطيع هنا محاربة الفساد على اعتبار أن الصدر قال الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت إلى حرب عقائدية إذا كانت إجابتك نعم كيف سيستطيع الصدر بمجابهة الفساد الصدر يستطيع لنعود قليلا للوراء لماذا أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية النقطة هنا السؤال المهم لماذا أصر سماحة السيد نقطة الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية لكي تكون مسؤولة في محاربتها للفساد ومسؤولة عن السراء والضراء لو كان السيد الصدر قبل بحكومة المحاصصة ووجود الفساد كان الآن هو متصدر المشهد السياسي باعتبار أكبر كتلة برلمانية 73-74 مقعد ولكنه أصر ولم يستطع تشكيل الحكومة لأن الفاسدين وقوى تدعم الفاسدين وإرادة دولية وأقليمية أفشلت هذا المشروع وأيضا قال وأنذر ونبه الشعب العراقي قال استثمروني أنا اليوم أريد أن أحارب الفساد ولكن للأسف الشعب العراقي لم يسمع نداء سماحة السيد الآن يا سيد عمات كيف سيستطيع الصدر مجابهة الفساد والفاسدين الآن سماحة السيد مقتدر الصدر بعيد عن المشهد السياسي لا يستطيع مجابهة السياسيين لا هو رئيس وزراء ولا ليس لديه حاليا كتلة في البرلمان ولا ليس لديه وزارات ولا أبد ولا أسطن لديه جمهور الجماعة لم يكتفون لديه جمهور ولكن قوى الإطار وأعداء سماحة السيد لم يكتفون بإبعاده أو بما قام به السيد أنه اعتزل السياسة إلى إشعار آخر واستقال الكتلة الصدرية الآن بدأوا يحاربونه عقائديا بدأوا يريدون أن يسقطوا التيار الصدري ومرجعية الصدر وإلى آخره لذلك السيد الصدر كان أذكى منهم حافظ على هذا الكيان وحافظ على جمهور التيار الصدري وحافظ على نهج سماحة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر وإلى يومنا هذا الحرب على سيد الصدر والتيار الصدري واضح وضوح الشمس ولكن السيد لم يدع لهم أمامهم مجال لكي يحاربوا السيد عقائديا أما لو كان السيد في السلطة لما كان أي شخص حتى إذا سماحت السيد شكل حكومة أغلبية ووطنية أغلبية ووطنية لا يستطيع مكافحة الفساد مئة بالمئة بيوم وليلة مكافحة الفساد يحتاج إلى سقف زمني ولكن آلية ونية وجدية في العمل لمكافحة الفساد من رأس الهرم من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول في الدولة نعم